صل 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 على رسول الله صل 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 على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أميما على قناة وصفة ناس زمان للوصفات الطبيعية سعد بلقاهكم عزيزاتي وتمنى أن يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم إن شاء الله سأتشارك معكم وصفة فعالة جدا مكونة من مكون واحد لعلاج مشكل السيلوليت فهذا المكون فهو الشاي الأخضر فالشاي جد مفيد أو مشروب الشاي فهو جد مفيد لعلاج السيلوليت فهو يعمل على التخلص من الدهون والشحوم المتراكمة في الجسم وكذلك علاج مشكل السيلوليت من العمق وفي مدة قصيرة جدا ستحتاجينك مقدار من الشاي الأخضر في هذه الوصفة أو الشاي المغربي إلى ملعقة صغيرة من الشاي أما فيما يخص طريقة تحضير الوصفة وطريقة الاستخدام فهي جد سهلة وبسيطة فكل ما عليك هو أخذ ملعقة صغيرة من الشاي ثم تقومين بإضافتها في كوب من الماء الساخن جدا أو المغلى ثم تقومين بتغطية الكوب وتركه لمدة نصف ساعة وبعد ذلك تقومين بتصفية الخليط وشربه يوميا قبل النوم فهو سيساعدك على التخلص من السيلوليت نهائيا وبسرعة ويمكنك إضافة ملعقة صغيرة كذلك من القرفة لهذا المشروب أي مشروب الشاي فهي أيضا جد مفيدة للتخلص من السيلوليت إذا كنت من المتتبعات الجدد لقناة وصفة ناس زمان المرجو منك الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلك جديد قناتي فور نزوله ولا تنسي دعمي بلايك وشير وتعليق وشكرا جزيلا لك كانت هذه هي وصفتنا لهذا اليوم مكونة من مكون واحد فقط لعلاج السيلوليت أتمنى أن تجربها وشكرا على المتابعة وإلى اللقاء عزيزتي في وصفة أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر